ما يوحد بلاد الرافدين على حب بغداد هو ذاته الذي يوحد شعوب العالم أجمع على حب القدس نهج تربى عليه العراقيون منذ الأزل يحزنون لشهداء فلسطين كما يحزنون على حال بلادهم المسلوبة على يد طامعين وسارقين شركاء في الجرح والألم الواحد لكنها القدس اليوم تعيد الحكاية من جديد في أول الأحاديث وآخرها وغزة التي تدمي قلوب العراقيين عبر منصات التواصل الاجتماعي بما يجري من تدمير لمبان ومصانع واستشهد أطفال ونساء وشيوخ عزل يواكب رئيس الجمهورية برهم صالح الأحداث في فلسطين مركزا على ضرورة إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني ووقف الأعمال الاستفزازية واستهداف المدنيين المرجعية الدينية في العراق كانت في قلب الحدث من خلال إعلان دعمها ومسانداتها القاطع للشعب الفلسطيني في مقاومته للمحتلين حديث جاء على لسان مكتب السيد السستاني شدد الأهمية من خلاله على حماية القدس الشريف التيار الصدري الذي تحدث باسمه زعيمه مقتد الصدر معلنا جهوزيته التامة لدعم مقاومة الشعب الفلسطيني كذلك فعل رئيس وقليم كردستاني جيرفان بارزاني الذي طرح إيجاد حل سلمي بين إسرائيل وفلسطين بعد تصاعد أعمال العنف في الضفة والقطاع في الأثناء تستمر آلة الحرب الإسرائيلية بقصفها على أكثر من 500 هدف في غزة تقول أنها تستهدف فيها حماس وعناصرها ورموزها فيما تعلن الهيئات الأممية والحقوقية والطبية في القطاع عن هجوم جنوني يستهدف الجميع دون استثناء كما تفعل إسرائيل في كل موجة غضب تبدأ بها وفعلت مثلها هذه المرة في باحات الأقصى وحي الشيخ جراح